ومن خلال مراجعة تاريخ العلاقات البحرينية القطرية منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في سبعينيات القرن الماضي يتضح جليا أن العلاقة تتسمت بالحساسية وعدم الثقة والعدائية من الجانب القطري وفي هذا التقرير نعرض على حضراتكم تاريخ التدخلات والممارسات السلبية القطرية تجاه البحرين في المجال الأمني لم يكن القرار الذي اتخذته مملكة البحرين والعديد من الدول الشقيقة والصديقة تجاه قطر محض صدفة بل كان الخيار الوحيد المتبقي بعد سنوات من التراكمات القطرية الخطيرة التي سارت بحذائها محاولات بحرينية متواصلة لحل سلمي تدبرا لقوله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين لكن قطر كانت تسعى إلى إفساد ما استطاع الدول المنطقة تحقيقه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ففي عام 1984 قامت المخابرات القطرية بتجديد اثنين من المتعاقدين مع وزارة الداخلية حيث تمت عملية التجنيد عن طريق أشقائهم العاملين في الدفاع المدني القطري وقد تم الاجتماع بهما في إحدى الدول العربية للاتفاق على دورهما وتوجيههما لجمع المعلومات حول القوات المسلحة البحرينية خاصة المتواجدة في جزر حوار وقد قام المذكوران بجمع وتمرير معلومات حساسة إلى المخابرات القطرية تتعلق بالقوات المسلحة البحرينية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها والأمور المتعلقة بسلاح الجو وقواعده ومطاراته ومعداته وأنواع طائراته الحربية ومواقع الوحدات العسكرية الأخرى وأنواع الأسلحة المستعملة بها ومنظومة الأسلحة المستقبلية لهذه الوحدات وقد ألقي القبض عليهما في عام 1988 وحكم عليهما بالسجن وفي عام 1987 تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد المتعاقدين مع قوة دفاع البحرين وذلك بهدف جمع معلومات حساسة حول القوات المسلحة البحرينية وبخاصة حول جهزيتها في جزر حوار وقد ألقي القبض على العميل وتم الحكم عليه بالسجن عشر سنوات وصدر عفو أميري عنه في عام 1993 وفي عام 1996 وفيما يعرف بخلية الباكر سعت المخابرات القطرية إلى جمع مجموعة من المعلومات الحساسة من خلال أحد ضباطها بالتعاون مع امرأة قطرية متزوجة من مواطن بحريني ومقيمة في البحرين آنذاك وقد وجهت المخابرات القطرية عميليهما إلى جمع معلومات متعلقة بشؤون العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البحرين بشكل عام كما تم توجيههما بتزويد المخابرات بمعلومات حول الاضطرابات الأمنية التي كانت تمر بها البحرين في فترة التسعينيات وقد ألقي القبض على البذكورين وتمت محاكمتهما وترحيلهما إلى دولة قطر والجدير بالذكر أن أمير دولة قطر استقبلهما حين وصولهما إلى قطر وفي نفس العام تمكنت المخابرات القطرية من تجنيد أحد منسوبي قوة دفاع البحرين كونه يتردد على دولة قطر كثيرا لارتباطه بأقارب هناك وقد وجهته المخابرات القطرية للحصول على معلومات وأسرار عسكرية خاصة بقوة دفاع البحرين وأي معلومات حساسة أخرى مقابل مبالغ مالية وقد استغل العميل عمله لتزويد المخابرات القطرية بمعلومات سرية وحساسة بل وساعد أحد عناصر المخابرات القطرية في تصوير منشآت حساسة وحيوية وقد تم إلقاء القبض عليه وحكم بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية وخلال الأعوام 1986 و1991 و1992 و2004 تم رصد العديد من الزوارق التابعة لسلاح أمن السواحل القطري داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين الممارسات السلبية القطرية تجاه البحرين ليست وليدة اللحظة بل تمتد إلى زمن بعيد من السعي المتواصل لزعزعة أمن واستقرار البحرين وكان لابد من وقفة بحرينية حازمة لحفظ الأمن ومنع التدخلات في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر